بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواخد يتبعه أربعون امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا الحديث مثل الحديث السابقة فيه مسألتان سألها الأولى كثرة المال في آخر الزمان حيث أن الرجل يخرج زكاةه من الذهب ولا يجب من يأخذها لأن المال فاض على الناس وليس هناك حاجة إلى أخذ الزكاة والمال فتنة المال فتنة إنما أموالكم أولادكم فتنة فكثرته من الفتنة من الفتنة التي تحصل في آخر الزمان والمسألة الثانية كما سبب كثرة النساء قلة الرجال وهذه أيضا فتنة والسبب في قلة الرجال والله أعلم أنها أن الرجال يتعرضون تعرضون لقتل مجازر أنهم يواجهون الحروب وكذلك الأسفار يتعرضون للأسفار فالقتل فيهم أكثر لذلك يقل عددهم تكثر النساء لأن النساء الغالب لا تتعرض لخطر لا تسافر ولا تقاتل ولا ولا تحترف إنما هي بيوت ومكفولة لكن يأتي وقت يقل الرجال وتكثر النساء وتحتاج النساء إلى من يعولها لأن المرأة تحتاج إلى من يعولها لا لا تستقل بنفسها استقلالا تاما فتكون العدد من النساء يلوذن برجل واحد يقوم لكفالتهم وتولي شؤونهم نعم قال ورن بخاري يعني بن عمر أرضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم أن أعطاكمه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون كذلك من انفتن في آخر الزمان قبض العلم وقبض العلم ليس برفع العلم نفسه ولكن بقبض العلماء يقبضون بعلمهم حتى يقلون أو أو لا يوجد منهم أحد الناس بحاجة إلى من يفتيهم وين يذهبون يذهبون إلى جهال يذهبون إلى جهال وإن كانوا يحفظون متعالمين ويقرأون هذا ما يكفي ما عندهم فقر وفهم وتأصيل في العلم لم يأخذوه عن العلماء يأخذونه من القراءة ومن الكتب وهم ما يفهمون المقصود يفهمون خطأ لا يفتون بغير علم ليس يترتب على هذا أنهم يظلونهم في أنفسهم يضيعون ويظلون غيرهم ضيعون الناس يفتون بجهل فتوى يسترط لها العلم ويشترط لها التقوى والورع هذا يفقد في آخر الزمان أو يقل نعم وهذا ظاهر هذا شيء ظاهر الآن العلماء الفقهاء فيهم ندرة وأما القراء هم كثيرون والمثقفون كثيرون وما يسمونهم المفكرين كثيرون لكن ما عندهم فقه في دين الله أعرفون الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ما عندهم الاستعداد نعم قال ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرجت بن الحر الفزالي مرفوعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشرط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم نعم وهذا أيضا من فروع على قلة العلم حتى إن المصلين في المسجد لا يجدون من يأمهم لقلة القرى الذين يتقنون القراءة يقلون أيضا في آخر الزمان هذه فتنة شر اثنان ولكن الحمد لله الآن تحفيظ القرآن متوفر والقراء متوفرون ولله الحمد وهذه علامة خير لكن يأتي وقت يفقدون ولا يوجد عناية لتدريس القرآن حظ القرآن نعم قال وروا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة قيل يا رسول الله ومن روايبضة قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة كذلك يأتي زمان خداع يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وذلك لغلبة الهوى وغلبة قلة الدين فالأمين الذي يقول الحق يخون قال ما يصلح ولا يحسن ويكذب إلى غير ذلك الآن ترون ماذا يقول الصحفيون في أهل العلم حتى تناول العلماء الأموات تكلمون فيه يتهمون ويعظمون من شأن يعظمون من شأن الجهال وأنهم مفكرون وأنهم هم اللي يدركون الأمور وأما أولئك مغفلون ولا يدركون الأمور ولا يفهمون فقه الواقع هذه ظهرت الآن فقه الواقع ما يفهمون العلماء ما يفهمون فقه الواقع ما يفهم المفكرون والكتاب والقرة هم اللي يفهمون فقه الواقع هذه ظاهرة الآن لا تخفاكم خون الأمين ويؤتمن الخاين وتتكلم الروايبضة الروايبضة تصير رابضة مثل الرابضة من الغنم سئل النبي صلى الله عليه وسلم ومن روايبضة قال الرجل التافه تكلم في الأمور العامة العامة الأمور العامة تسند إلى أهل العلم وأهل الإدراك إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الأمر هم العلماء وكذلك الولاة الذين العلماء يتولون أمور العلم والولاة يتولون أمور السياسة تولون أمور السياسة والتدبير هؤلاء هم الذين يسند إليهم الأمر العلماء والأمر علماء يسند إليهم أمر العلم والفتوى والأمر والسياسة يسند إليهم أمور السياسة لأنهم أدرى بها وأعرف يجي ناس ماهم شيء لا هم من العلماء ولا من ولاة الأمور ولا هم معروفون وليسوا معروفين ويتكلمون في قضايا الناس العامة لحدثت نازلة تبادروا في تحليلها وبيان حكمها وهم ليسوا بشيء هذا واضح الآن الآن واضح يتولون الكلام في الأمور العامة والقضايا النازلة تولى الكلام فيها من ليس من أهلها تضيع الأمور في هذه الطريقة الأمور العامة والقضايا العامة لتسند إلى الجهات المختصة من أهل العلم وأهل السياسة ولا يتناولها أفراد الناس ما يتولها أفراد الناس يتكلمون فيها وهذا شيء ظاهر الآن من الروابضات كثيرة تقول لهم بأمور عظيمة وأمور ما لو حدثت في عهد عمر لجمع المهاجرين والأنصار لها فالحين على طول أي واحد يبت فيها ويتكلم فيها ويفتي فيها هذا ضياع ولا حول ولا قوت إلا بالله نعم أحسن الله إليكم قالوا في حديث جبريلا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة لعاء الشائية تطاولون في البنيان رواه مسلم نعم حديث جبريلا هذا معروف مشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادي السعر يعني مظهر جميل لا يرى عليه أثر السفر لأن الثياب هو بيض المسافر يصير رش في الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مننا أحد العادة إن اللي في البلد يعرف هذا ما هو من أهل البلد منين جاء لا يعرفه أحد لو كان من أهل البلد من رفوف لو كان جائب من سفر ظهر عليها كر السفر غريب هذا فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه هذا من آداب طالب العلم أمام المعلم والمسؤول أنه يتأدب في الفلوس إليه هو يعلم الصحابة في هذه الطريقة يعلم الصحابة كيف يجلسون مع المعلم وغيرها ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحد البيت إن استطعت إليه سبيلا كأركان الإسلام عدها قال صدقت وهذه عجيبة هذه عجيبة شانية أو شالثة كيف أنه يسأل ثم يقول صدقت بعد أنه يسأل يصير جاهل هذا عنده علم يقول صدقت قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى أن يكون عندك يقين بالله عز وجل معرفة بالله كأنك ترى مع أن الله لا يرى في الدنيا لكن بموجب ما بلغت من العلم والنصوص والقرآن والسنة فيقنتك أنك ترى فإن لم تكن ترى فإنك تعبد على أنه يراك إذا ما وصلت إلى هالمرتبة مرتبة أنك كان ترى الله من قوة من قوة الإيمان فأعلم أنه يراك فتخاف منه تخاف منه وتراقبه ثم سأله فقال أخبرني عن الساعة هذا مشكلة الساعة لا يعلمها إلا الله ما يعرف الرسول قال ما المسؤول عنها يعلم من الساعة أنا وأنت سوا الملائكة ولا الرسول يعلمون متى تقوم الساعة هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال ما المسؤول وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأعلم من الساعة وهو جبريل عليه وسلم قال أخبرني عن أماراتها العلامات التي تدل على وقوعها أشراط الساعة قال صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين الأمر الأول أن تلد الأمة ربتها سيدتها يعني مالكتها هي البن تملك الأم هذا يحدث في آخر الزمن ما معناه قيل معناه يكسر العقوق حتى تكون البنت كأنها سيدة للأم من العقوق وتكبر عليه هذا الآن واضح الآن واضح العقوق وتكبر الولد على والده كأنه سيد له يملكه وقيل إنه على حقيقته إنها على حقيقته أن الأمة التي مملوكة تملك ربتها تملك ربتها تملك أمها أن تلد الأمة ربتها إنه يكثر التسري في آخر الزمان وتلد السرية من بنتا من السيد البنت حرة لأن الحرية تتبع الأب البنت حرة لأن الحرية تتبع الأب والأم رقيقة سيد مملوكة هذا معنى فلد الأمة ربتها فلما انتهى قام وخرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوه 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 خرجوا تمسوه ما وجدوا ما وجدوا واحد ما وجدوا واحد وهذه الغريبة العجيبة أي بهذا الرجل طلع من عندهم ورح ما ما يجدوا ورح لم يجدوا أحدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جبريل عليه السلام والملائكة تتصور بصور الآدميين ما تأتي بصورها الحقيقية لأن ما يطيق البشر النظر إليه لو جاء الملك بصورته الحقيقية يرتعب البشر ما يستطيع ينظر إليه فيأتي بصورة رجل ما يستغربون هالناس ويكلمهم ويكلمون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ما يستطيع البشر أن يخاطب الملائكة ولا أن يجلس معهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل إلا مرتين على خلقته فآه مرتين المرة الأولى في بطحة مكة لما اشتد الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ما يدري وأن يتجد فسمع صوت من فوق فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد الأفق ملأ ملأ الأفق جاء بأجنحاته وخلقته فخاطبه وقال يا محمد هذا ملك الجبال يعني معه ملك الجبال الموفل بالجبال يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة الجبلين العظيمين المحيطين بمكة قال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله هذا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مرة مرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج ولقد رآه نزلة أخرى الأولى ولقد رآه بالأفق المبين هذه الأولى الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم صحبه جبريل ورآه على خلقته فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة مسألة الأولى التعليم بطريقة السؤال والجواب أي طريقة عجيبة مفيدة يلقي السؤال على الطالب طالب ما يستطيع يجيبه المعلم حتى يستقر للجواب عندهم تهيى للقبول طريقة السؤال والجواب كما حصل من جبريل عليه السلام مع الصحاب يعلمكم قال يعلمكم دينك يعلمكم دينك كيف يعلمهم عن طريقة السؤال والجواب المسألة الثانية فيه أن الدين ثلاثة تقسام ثلاث مراتب الدين ثلاث مراتب مرتبة الأولى الإسلام هذه أوسع ثم بعدها الإيمان ثم بعدها الإحسان هذه أعلى مرتبة أعلى مرتبة الإحسان المسألة الثالثة أن المسؤول إذا كان ما عنده علم ما يتخرص ما يتخرص يقول الله ورسوله أعلم أو الله أعلم وليه يدخل في شيء وما يعرف توقف الحلاء إذا سئل الواحد على طول الجواب والم سواء كان صحيح أو ما هو صحيح ما يتورع أو يخاف يقول والله ما أدري ما أدري فالشاهد منه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة هاتين العلامتين أن تجد الأمة ربك عرفناها أن تجد الحفات العرات البدو يعني البدو الأعراب اللي يشدون وينزلون وبيوتهم من الشعر في آخر الزمان يتمدنون يسكنون المدن يتركون البادية ويصير لهم أموان ويبنون عمارات تطاولون في البنيان على عشرين دوره ثلاثين دوره وأكثر وهو بدون هذا من علامات الساعة وهذا وقع الآن كما ترون نعم قال رحمه الله تعالى وللتلمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال وللتلمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنم المغنم دولا المغنم اللي هو بيت المال يعني دولا يعني تنازعونها الناس ويأكلونه يأكلونه بدون استحقاق وبدون إذن ولي الأمر يأكلونه بالخيانة والسرطة والحيل ولا يخافون الله عزيزي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تداولونه الآن الآن يتسابقون إلى مثل اللي حصل له ينهب من المال العام قال ينهب هذا حكوم يقول هو حلال اللي ما يحلك إلا مقابل عملك إن كنت موظفا أو ما يعطيك يهولي الأمر ولي الأمر يعطيك شيء صح إنك تاهلو وحل لك أما أن كانت تخون تختلص تحتال هذا ما يجو نعم والأمانة مغنما الأمانة مغنما إنه لأن الإنسان تولى العمل ما هو يتولاه ليؤدي العمل يؤديه لأجل أن يأكل من ورائه يحتال يحتال من ورائه مع أن الوظيفة تراه أمانة الوظيفة أمانة لا بد تقوم بها على وجه المطلوب ولا تتخذها لاستنزاف الأموال لا يحل لك إلا مرتبه المخصص لكن بعض الناس يفرح يتوظف علشان ينهب من أموال الناس ومن أموال الدولة أو إذا أودع شيء أمانة وديعة يفرح بها من أجل أن استغلها مع أن الله جل وعلا يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأمانة والوديعة هذه لا شك أنها أنها تحميل مسؤولية ما هي طمع ما هي طمع ما تنتخذها طمع تأخذها لتحفظها ولتردها على صاحبها إلى طلبها أما أنك تأخذها أما أنك تأخذها تنولها مثل ما لك تتساهل فيها هذا لا يجز نعم والزكاة والزكاة مغرما الزكاة مغرما الزكاة قرب غطاعة إلى الله عز وجل وهي زكاة بمعنى أنها تطهر المال وتطهر المزكي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة فهي طهرة للمال وطهرة للمزكي وتأديها على أن عبادة تتقرب إلى الله ركن ونركان الإسلام هي الركن الثالث قرينة الصلاة فالمؤمن يؤديها بهذا الشعور لأن عبادة على أن طاعة ويقصد بها وجه الله ويقصد بها ما يحصل من آثار الزكاة من الخير أما المنافق فهيؤديها على أن مغرم على أن ضريب على أن مغرم ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواهر هذا المنافق إنساء الله العافق نعم وأطاع الرجل زوجته وعق أمه هذا المشكل وقع زوجته وعق أمه والعكس والواجه أن يطيع أمه وأن يعق زوجته إذا اختلفت مع أمه أو ما يقدم زوجته على أمه ويرضي زوجته ويغضل أمه ما يجوزها هذا يكثر في آخر الزمان أنهم يطيعون زوجاتهم ويعصون أمهاتهم نعم وبر صديقه وجفى أباه أو بر صديقه رفيقه وجفى أباه تجده ما يستريح ولا ينبسط لا مع صديقه أما إذا جاء عند أبيه عبس وقتر ونتكلم بالكلام القاسي مع أبيه لكن مع صديقه لا ينبسط ويفرح إلى آخر نعم وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد ما معنى المساجد يجب تحترم لأن بنية ذكر الله تصان عن إساءة الأدب فيها رفع الأصوات ما معنى الله أعلم لكن يظهر لي والله أعلم أنه المقرفونات اللي تشوش على الناس تشوش على المساجد الأخرى على البيوت على يعني يرفع المقرفون هو المقروض أنك تسمع الجماعة اللي وراك بس مقروض أنك تسمع من في المسجد فقط أما أنك ترفع خارج المسجد هذا أذى للناس أذى للمساجد أذى للنوام في البيوت والمرضى ما له داعي هذا الذي يظهر لي والله أعلم وهذا حصل من أول ما فيه هذا من أول ما فيه ما ترتبع الأصوات من المساجد ولا يسمع العمام إلا من هو في المسجد نعم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان وكان زعيم القوم أرذلهم لأن كان ترفع المبتدى وتنصب الخبر وكان زعيم القوم أرذلهم أو بالعكس وكان وكان زعيم القومي تقدم الخبر وتأخذك الاسم جائز جائز المهم ترفع واحد وتنصب واحد هذا المهم لأن كان من النواسخ التي تدخل على المبتدى والقبر وترفع أحدهما وتنصب الآخر ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر يقول بالمالك كان سيدا عمر سيدا هذا خبر عمر هذا السماء الأصل عمر سيد مبتدى وخبر معم أعد وكان زعيم القوم أرذلهم كان زعيم القوم أرذلهم هذا تعراض الفلم أما معناها العادة أن زعيم القوم يكون أكرمهم وأرفعهم رأيا ونسبا تكون السيادة الكرام في الرجال الذين عندهم شهامة وشجاعة أرائي هذا الأصل في آخر الزمان تنعكس الأمور مثل ما سبق تتكلم الرواد الله هذا الرواد الله هذا يصير سيد للقوم وهو أرض للقوم هذه علامة شر لأنه لا يأتيهم إلا بالشر الرجل لا يأتي إلا بالرجالة لا يصلح للسيادة نعم وأكرم الرجل مخافة شره نعم يصير الإنسان أنه يتكلم وأنه يسب ويغتاب يخافون الناس ويكرمون ويجل يسكت يسكت ما يتكلم فيهم يغتابهم يسبهم هذا لا يجوز أن الإنسان يصير سباب يصير مغتاب يصير نمام ما يجوز لكن إذا حدث ووجد الناس ما يعملون يكفون شره يعطونه من الماء ما يسكتهم هذا من علامات الساعة نعم وشربت الخمور شربت الخمور والمسكرات وأعظم منها المخدرات والعياذ بالله هذا من علامات الساعة وجود هذه المنكرات نعم ولبس الحرير الحرير لبسه الرجال حرير حرام على الرجال يباح للنساء في آخر الزمان يلبسه الرجال قد حرم عليهم نعم واتخذت بسبب الترف بسبب ظهور الترف نعم واتخذت القينات والمعازف مصيبة اتخذت القينات والمعازف كان في الأول اللي يتخذ مغنية من من مماليكها وفتياتها اللي يملكها اشتريها تصير مغنية عنده تغني هذا ما يجوز لكن الآن ما يحتاج انك تشتري مغنية حط عندك رادو ولا حط عندك تلفزيون وفيه المغنيات وفيه المطربون وفيه كل شخ هذا هذا يظهر في آخر الزمان يظهر الغنى والضرب والمزامير وآلات الله هذه الآن متوفرة من سجلات الرواد التلفزيونات في الفضائيات متوفرة ولا حولها ولا قوتها إلا بالله نعم ولعن آخر هذه الأمة أولها لا يحترمون السلف والصالح من الصحابة والتابعين وإتباعهم الآن يقولون هم رجال ونحن رجال ويتكلمون في السابقين وجهلونهم ويخطؤونهم حتى الصحابة ليس لهم قيمة من بعض النفس من الصحفيين وغيرهم وأما الشيعة هذا شيء معروف عداوتهم للصحابة بل عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شيء معروف عن الشيعة سبون الصحابة ويلعنونهم يلعنون أبا بكر وعمر سمونهم صنمي قريش وش السبب السبب بغض الصحابة وبغض هذا الدين بغض هذا الدين قل للصحابة ما سوّبهم شيء ولا خذوا لهم شيء ولا عاصروهم لكن ما يريدون هذا الدين والدين إنما ظهر على يد الصحابة رضي الله عنه المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا وغزوا وفتحوا الفتوح نشروا الإسلام هم لا يريدونها ما يريدون الإسلام لذلك عادوا الصحابة لأجل هذا للصحابة ما خذوا لهم شيء ولا ظلموهم ولا عاصروهم وكذلك بعد بعض الرعاع من المثقفين اللي يجهلون السلف ويجهلون وينكلون حتى ينكلون السلف يقولون السلف يقولون السلف إنما مثل مثل الطوائف الأخرى فرقة فرقة مثل الفرق ما لها ميزة ولا لها قدر السلف من صحابة رسول الله والتابعين والقرون المفضلة ما لهم فيه ما يقولون ما هم إنما هم فرقة من الفرق أما أنهم هم الأصل وهم القدوة يقولون لا وإن لم يكونوا من الشيعة يكونوا من الصحابيين والكتاب والمؤلفين واللي يدعون أنهم من المفكرين والمثقفين فنقصون السلف الصالح والعلماء والأئمة الأربع وهذه ظاهرة سيئة نعم فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء إذا حصلت هذه الأمور يلتقون العقوبة وهي ريح حمراء والريح تأتي بالعذاب تأتي الريح بالعذاب وتأتي بالرحمة هي لكن تأتي بالعذاب مثل ما حصل لقومعات ريح صرصر عاتية والعياذ بالله يصلنا عليهم الريح العقيم نعم وخسفاً ومسخاً ونعم هذه واحدة الريح أنتم تشوفون الآن وتسمعون العاصير أو لا العاصير المدمرة ما هي بريح ذي ها هذه نوع من الريح نساء الله العظم تهدم المباني تقتلع الأشجار وتهلك وتتنسفة السيارات حصل فيها ضر عظيم وهو عاصف واحد فكيف إذا جاءت ريح والعياذ بالله نعم وخسفاً فلينتظر عند ذلك ريحاً نعم وخسفاً الخسف هو انقطاع الأرض وغور الأرض بأهلها نعم ومسخاً مسخاً مسخاً للطباع ما هو المسخاً للصور يعني ما يتحول الإنسان الله أعلم إلى قرب إنما تمسخ طبيعته فيصبح طبيعة حيوان طبيعة قروض خلاف نعم وقد يمسخ بصورة كما حصل لبني إسرائيل إلا لهم كونوا قرادة خاسئين المسخ يكون بأمرين إما بتحويل الصورة إلى صورة قرب أو خنزير وإما بمسخ الطبيعة نعم وقال غريب وفي إسناده فرج من فضالة ضعف من قبل حفظه وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه نعم يعني من جهة سنده لكن وإن كان الحديث ضعيفاً ففيه تخويل وبعض يشهد له الواقع بعض يشهد له الواقع وإن كان ضعيفاً في سنده وأنتم تعرفون حديث الضعيفة يستأنس بها في الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد ولكن ما يبنى عليها حكم تحليل أو تعريب لا إنما يكون هنا بالأحاديث الصحيحة أما الضعيفة ما يبنى عليها تحليل أو تحليل لكن يستأنس بها في التذكير والترغيب والترهيب والتخويف وأيضاً من وجه ثاني قالوا إنه غريب والغريب هو ما تفرد بروايته واحد من أصل السند واحد قد يكون صحيحاً وقد يكون صحيحاً وهو غريب مثل حديث عمر الذي سمعتم في حديث جبريل عليه السلام هذا لم يروه إلا عمر هو غريب لكنه صحيح رواه رواه المسلم كما مر بكم نعم قال وَلِبْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي قال رحمه الله وَلِبْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي مَالِكٍّ الْأَشْعَلِي رضي الله عنه أنه قال قال لننقف عند هذا نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين قبل البدء في الأسئلة هناك حديث قرئ البارحة وحصل فيه تصحيف بارحة ولا أمس 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 نعم أحسن قال وَلِبْنِ مُبَارَكِ الحديث الثاني والثلاثون وَلِبْنِ مُبَارَكِ عَنْ إِبْنِ فَضَّالَةَ عَنْ الْحَسَنِ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض حتى يرفع العلم ويفيض المال قرئ ويقبض المال بناء على الم يقرأ ويقبض المال أشكل علينا وهو اللي مخطي فيها النسخة مخطي الحين اعترف أنه مخطي زاكر نعم أحسن الله ويفيض نعم أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذه مجموعة من الأسئلة يقول السائل هناك كتب تتحدث عن أشراط الساعة ويوثق ذلك فيها بصور عن الواقع هناك كتب تتحدث عن أشراط الساعة نعم ويوثق ذلك بصور عن المواقع التي أخبر بها رسولنا الكريم من باب إثبات الحقائق وزيادة للإيمان فما هو توجيهكم حفظكم الله عيد السؤال ما فهمت السؤال هناك كتب نعم هناك كتب في أشراط الساعة كثيرة مؤلفات في أشراط الساعة مثل الإشاعة في أشراط الساعة الإذاعة في أشراط الساعة النهاية لبن كثير البداية والنهاية في أشراط الساعة نعم ويجعل في ذلك كتابه صور تجعل صور هناك عن المواقع التي أخبر بها رسولنا الكريم من باب إثبات هذه الحقائق ما يجوز التصرف في الكتب ما يجوز التصرف فيها تترك كما هي على نصها وعلى وضعها وإذا أراد يعمل شيء يجعله مستقل يجعله شرحاً مستقلاً ما يدخل مع الأصل ليفهم أنه من كلام المؤلف أو من عمل المؤلف نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول من الشبه التي يلقيها الكثير من أعداء الإسلام في هذا الزمان مسألة إرضاع الكبير مسألة؟ إرضاع الكبير نعم نعم الكبير له حق يربع من لم يوقع الكبيرنا ويرحم صغيرنا نعم أحسن الله إليكم يقول مسألة إرضاع الكبير الرضاعة إرضاع نعم حيث إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه المسألة نعم نعم بين وضح أمس كان خطأ شيخ المطلق ولا تستعجل بالقراءة وضح ولا تستعجل نعم حيث إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه المسألة عامة وليست خاصة فكيف يكون أهلت من التشويش قضية إرضاع الكبير هذه قضية عين أفتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقضية أبي حذيه سالم مولى أبي حذيه والصحابة ما قالوا بها ولا قال بها أكثر العلماء لأن قضية عين لا عمومة لها قضية عين لا عمومة لها بدليل أن أكثر العلماء وأكثر الصحابة ما رأوها للرأي إنما هذا خاص بسالم مولى أبي حذيه يجي ناس يشوشون الآن ونبشون عن الشوال ينشرونها يشوشون على الناس ما يجوز هذا أنت هذه المسألة دفنت وانت نعم أحسن الله إليكم وهذه سائلة تقول أنا طالبة أريد مواصلة دراسة الجامعية الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الحديث إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام كيف نلغي على حديث هذه كلها نأخذ بحديث خاص قضية عين نعم أحسن الله إليكم وهذه سائلة تقول أنا طالبة أريد مواصلة دراسة الجامعية ولكن الجامعة في هذه المدينة تشترط لقبول الطالبات صورا شمسية فما حكم التسجيل في هذه الجامعة تصوير البنات وتصوير النساء أشد فتنة أشد فتنة ولا يجوز هذا إلا عنده ضرورة الدراسة ما يفضرورية الدراسة ما يفضرورية ما عنده ضرورة إذا أحتيج للتصوير يجوز للضرورة إلا ما قررتم إليه نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أنا أعمل في مجال الهدايا الإعلانية يقول أنه يعمل في مجال الهدايا الإعلانية هدايا الإعلانية الإعلانية والإعلانية بالنون أي فيأتي المشتري ليشتري مننا الهدايا فيدفع عربونا لذلك فنقوم نحن بشرائها من السوق فهل هذا يدخل في البيع بيع ما ليس عندك أولا بيع الهدايا أنا ما فهمك وش معنى بيع الهدايا الهدايا الترويجية أي شي الترويجية صورها صورها يعني مثلا كاسات يكتب عليها ماركة المؤسسة وأقلام معينة إلي ما هي بهدايا أصبع ما صارت هدايا الهدايا مجانا فقط الشيء مجانا هم من الهدي نعم ما هي بهدايا اللي تشتري ما هي بهدايا هذه سلعة سلعة تباع ولا يجوز أن تبيعها وأن لا تملكها لابد أن تكون في ملكه قبل العقل لا تبيعنا ليس عندك نعم أحسن الله عليكم نختم بهذا السؤال يقول السائل فضيلة الشيخ وجبت علي الزكاة في مالي فهل يجب علي إخراجها نقدا أم يجوز أن أشتري بعض العينيات بقيمة الزكاة وأوزعها على المستحقين الأصل أنك تخرج نقود عن النقود هذا هو الأصل تخرج نقود عن النقود وإذا كانت مصلحة للفقير أن تشتري له أغراضا بها هذا لا بس إذا كانت مصلحة أنت لا تراعي مصلحة كانت راعي مصلحة الفقير إذا كان الفقير من مصلحته أنك تدفع العروض تشتريها له بالزكاة فهذا طيب لا بس نعم أحسن الله وليكم ومباركة فيكم ونفع بكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر